السلام عليكم المستمع باع عين من الجزائر يقول ما حكم استعمال حبوب منع الحمل وهل تجوز طريقة أخرى لتباعد الولادات هذا ما يسمى لتنظيم الحمل فإذا كان قطابع الحمل عن مرأة يضر بها أو يضر بمولودها فلا بسان تأخذ ما يؤخر الحمل عنها حتى يزول الضرر عنها أو عن مولودها وهذا ليس قطعا للحمل وإنما هو تأخير للحمل إلى أن يتهيأ الاستعداد له أما أخذ الضواء الذي يقطع الحمل نهائيا فهذا لا يجوز لا يجوز إلا في حالة الضرورة إذا كان الحمل يقضي على حياة أمه لتقرير الأطباء الفقات فإنه يجوز أخذ ما يقطع الحمل بفعل ضرر الهلاك عن الأم